اهلا بحضراتكم من جديد الفترة اللي فاتت بكل احداثها الكروية الحقيقة فرضت على السطح الرياضي قضية مهمة جدا ما بين جدارة الاهل بما يحققه من القاب وما بين الناس اللي بصة لكل بطولات الاهل بنظرة مختلفة لكن الحقيقة اسوأ ما في الامر ان الكل بيغتال المنطق الكل بيغفل حقيقة عشان كده كانت الفقرة دي درع أديب لما المنطق يغيط أستاذ عمر أديب موزيع التلفزيوني الشهير اللي كتير لما بيتحفن بتعليقاته كزمالكاوي بعد اي فوز للاهلي او بعد اي تراجع للزمالك او حتى بعد اي انتصار للزمالك بقراء تبدو مضحكة وكوميدية شوية لكنها تنطلي على الكتير من المعاني الضمنية اللي بيوجه فيها رسائل مهمة واحيانا ما تكون صعبة يا باشوانز تنطوي اه مش تنطلي تنطوي اه اه تنطلي يعني بنشرابها وفيه ناس بتشرابها بتنطل على البعض اه وهنا الخطورة اه ان عمر قديب وهو مضطر ان يبدو اه يعني بيهزر عشان يتحمل صدمة الناس متحفلش عليه يبدأ بنفسه اه اه لكن بمجرد ما يحقق انتصار تشهد شراسة في قلب الحقيقة من رجل اعلامي بمستوى وتأثيره يقول لك كلام بقى لو عايزه نفصصه نفصصه لو عايز نفصصه نفصصه ولذلك انا استاذ ابراهيم انا مش عايز اشتغل ده بيقولي وارد عليه باستمرار انا عايزك انت او حتل فكرة عايزين اشتغل عليها ما تيجي نجيب التاريخ ونحطه قدام الناس وكل واحد يصل للحقيقة باسلوبه طيب حنسمع السيد عمراء اديب في اللي قاله تعليقا على موقف الاهل من القضية اللي شغالة دلوقتي الخاصة بالتحكيم والدوشة اللي اتنصبت فجأة ونرجع نشوف ازاي المنطق الناس دي بتغيبه نسبة التحيز يا جماعة المسألة بسيطة هاتول آلي بكرة ودوله الدرح حنا ايه نتعب نفسنا ومصاريف ولعيبة رايحة ولعيبة جاية هاتول آلي بكرة ودوله الدرح ما هو اهم عنصر في اللعبة دي العدل لو ما فيش عدل الكرة انا بابشر حضراتكم ان احنا على ابواب مصيبة كروية انا بقول لحضراتكم وبكرة تشوف كارثة كروية لان ده مش هينفع واللعيبة دي مش هينفع تلعب في مسابقات دولية يعني مش هينفع تشوفوا في بطولة برة لانه خلاص اتعود يروح للحكم ويزعق له ويشوح له والحكم يسمع كلامه ويطبطب عليه في الآلي وفي الزمالك طب خلال ايه ايه الدوشة تعال يا عم الدرع بتاعك اهو الف سلامة ومتشكرين جدا انما هذا الامر لن يستقيم ما عندكش حكام هات حكام من برة والفرق تساهم بمبالغ وخلاص ايه اللي بيجرى ده هي في بلد الكرة فيها عاملة كده بالدراع وبالارهاب لا 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 مش هجبنا الحكام دول ما يجوش تاني بكرة يمشوا وبكرة اللجنة وقال كلها وبقى ايه طب ما نجيب بقى الحاجات ونسمع ونشوف طب وحنلعب ازاي النهاردة ما فيش ثقة في حكام فخلاص كده اللعبة باصلت اللعبة انتهت انتوا بتدمروا الكرة المصرية تماما 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 أنا يعني موفق على كل اللي قاله الاستاذ عامري بس عايز اغير بعض الالفاظ انتوا بتدمروا لازم يقول احنا بندمر هذا ينطوي عليه هو شخصيا في اللي بيعملوا ده الانفجار العمال يقولك هاتو حكام اجاني طب ما هو اللي قاله بتهاجم هو يا سيدي منك ومن الناس اللي في معسكرك عشان اللي قاله بيطلب حكام اجاني ايدي في ايدك اخو ونجيب حكام اجاني بكلنا اتنين لو اعملنا منطق العجل مش عارف يحصل ايه هو منطق العدل ان التحكيم يتحييز لك بهذا المنظر وباستمرار وتحصل بطولات على فكرة يا سيد عمر احنا هنعمل بمنطق العدل وحنوريك البطولات الحلال والبطولات الحرام تماما تماما هذه دعوة لكل من يريد ان يحلل الدوري من 48 لحد النهاردة والكاس الكاس اخطر لان الكاس دي ما قاتش واقلب سموها ضاع على اتنين كاس عشان نفسه في بطولة هتقوله الحكم اللي بيحبه انستاذ عمر اللي زعلان قوي وحانة من الغيرة على الكرة المصرية وعلى العدل ما كان بيحتفل وبيقول احنا واحنا لكن اذا هو هو زمالك الفترة اللي فاتت كسب كم بطولة مش بقول احنا كسبنا خمسة غير افريقيا غير ها السنة دي كسبان اتنين افريقيا وقبل كده كسب الدوري مرتين والكاس مرتين والصوبر مش عارف كم هو انت عايز انت بقى بالعكس انت بقى ست ان الاهلي لو كسب بطولة يقب البطولات في الفترة دي ما عملهاش في حياته خد عقد عقد كده ما عملهاش في حياته ولكن الاستقرار ده انت بتيج على عدم الاستقرار اهو لان هناك من يلتزم ان يعوضك التزامات وش كده مش حنزي مش حنسيب الزمالك هو فيه نادي يقدر يساد الديون وهو مع خزنته فاضية مليار جنيه من جير غير اللي جاي من جير ما حد يقوله من اين هذا في وقت قندية تانية هو عامل صديقها بيتقف لقى القيدة ومحد شوية في جنبك يعني لو اعمالنا العقل يا ساذ عمر وانا اشكرك على دعوتك عشان تتذكر ان انت اللي طلبت النتيجة هتصدومك طيب ساذ عمر عديد على فكرة حنماشي حنماشي كلاتن بير قبل ما يمشي والرجل يعني يمشي بفضيحة تشويه مشي مشي شويه سمعته صحيح فانت مش هتسيب حد اشتغل طول ما لا تحقق ما تريد فمنبي ما تبقاش تملي تقلب الحقيقة وكأنك المضار لا يا حبيبي تعال نحسبها وانت معانا وانت معانا حلقة بحلقة وإفنت بإفنت وتاريخ بتاريخ واخدش معانا يا صد عمر عشان ما تقولش ان احنا لا احنا حنجيب لك الحقيقة ونحطه قدامك لا حنقول رأينا بس انت بقى لو شفت الحقيقة وما اعترفتش بيها ده اتشهقنك بقى